أيضاً كمان النهاردة تدريب فريق النادي الأهلي النهاردة التدريب في ملعب مختار التتش بالجزيرة وكمان هيكون فيه استعدادات لمباراة تطلع عجيش الأهلي الأهلي المباراتين والدياتين أمام بتروجيت وأمام أسوان مش هتكلم عن نتيجة الأهلي فاز في المباراتين بس احنا بالنسبة لنا نتيجة مش هي كل شيء أهم حاجة في المرحلة الحالية يقدر كولر إنه هو يحط التشكيلة المناسبة يطبق أفكاره على المجموعة اللي موجودة معاه وكمان النهاردة بإذن الله بعد مباراة مصر وليبيريا كل لعبة النادي الأهلي الموجودين في المنتخب عينضموا لتدريبات النادي الأهلي ابتداء من الغد ولكن بدءاً من الغد يبدأ مرسل كرر يحدد بقى الراحات الخاصة باللعبين الدوليين سواء لعب منتخب مصر لهم لعب النادي الأهلي أو حتى أليو ديانج أو علم علون لما يرجعوا من مباراةهم الودية تونس مع البرازيل وأيضاً كمان مالي كان بتلعب مباراة دي بالأمس لم تستكمل بسبب الأمطار والعواصف فبالتأكيد خلال ساعات إن شاء الله أيضاً كمان هينضم معالي معلول وقال يو ديانج مباراة دي مع الجيش ثم معسقر بقى والاستعداد قبل السفر يوم 6 أكتوبر بحدة أقصى يعني إن شاء الله إلى المانستير في تونس لمواجهة التحاد المانستيري بإذن الله يوم 9 أكتوبر المباراة تتلعب حوالي الساعة 4 العصر بتوقيت القاهرة